مجلس الشورى المركز الأول عربيا والثلاث عشر عالميا في مؤشر النطج الرقمي للبرلمانات من بين مائة وخمسة عشر برلمانا ومجلسا تشريعيا في ست وثمانين دولة وذلك بموجب نتائج تقرير البرلمان الإلكتروني العالمي الفين واربعة وعشرين والصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي وبهذه المناسبة أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن حصد المجلس لهذا المركز الريادي والمتقدم دوليا في مجال النطج الرقمي للبرلمانات يشكل ثمرة لتوجيهات جلالة الملك المعظم بشأن التعامل الكامل مع التحول الرقمي مشيرا إلى أن الخطبة الملكية السامية خلال أدوار الانعقاد الماضية وما تضمنته من توجيه ملكي وإشادة رفيعة بالتحول الرقمي تشكل الركيزة الأساسية لاستمرار مجلس الشورى في وضع الخطط وصوغ المبادرات والبرامج التي تفعل التوجيهات الملكية وذكر معاليه بأن المجلس يول اهتماما كبيرا بتطبيق أحدث الممارسات التقنية والرقمية وخصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي بما يعزز العمل التشريعي ويدعم الجهود الحكومية في هذا المجال وأوضح معاليه أن تقرير البرلمان الإلكتروني العالمي 2024 الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي يعتبر شهادة دولية تبعث على الفخر والاعتزاز وتؤكد انفتاح المجلس على جميع الوسائل والأدوات الرقمية المساندة للعمل التشريعي ترجمة نانسي قنقر